اشتركوا في القناة الذي شكل دافعا قويا للجان العاملة من اجل ابرازه بشكل اكد المكانة العالية التي باتت تحتلها البحرين في صناعة المعارض بصورة عامة ومعارض الدفاع على وجه الخصوص واشاد سموه بالتعاون الكبير للحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات سموه الكريمة الى كافة الوزارات والهيات الحكومية للعمل مع اللجنة العليا للمعرض وتأمين كافة السبل لنجاح المؤتمر والمعرض مشيرا في ذات الوقت الى دعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء المحفز للجميع نحو استقطاب الافكار التي تساهم في تعزيز الموقع الريادي للمملكة وابرازها على الصعيد الدولي كوجهة مهمة لتقنيات الدفاع واثنى سموه بالدعم الكبير من قبل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لفعاليات المعرض والمؤتمر وتسخير كافة جهود وكوادر قوة دفاع البحرين في سبيل انجاح هذا الحدث العالمي الذي ساهم في الجهود العسكرية والدبلوماسية المشتركة من العديد من الدول في مجال الدفاع ونوه العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد بالجهود الكبيرة التي بدلها سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس ومناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ومتابعته المستمرة للإجراءات التنظيمية والتنسيق مع مختلف الجهات داخل المملكة وخارجها من أجل الوصول إلى أهدافه ليشكلنا فذة للتعرف على التقنيات المتطورة في الصناعات العسكرية وأحدث ابتكارات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع وأكد سموه إلى أن المملكة كانت محط أنظار العالم لتنظيمها معرض ومؤتمر وتسليط الضوء على هذا الحدث العالمي أبرز اسم البحرين على الساحة الدولية كموطن لصناعة معارض الدفاع العسكرية وتابع سموه أن المعرض والمؤتمر مثلا مثلا فرصة كبيرة لتبادل الآراء والتشاور حول المستجدات الأمنية الراهنة على الساحة بين الخبراء العسكريين كما يعتبر ترجمة فعلية على أرض الواقع لمجمل الرؤى الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية التي تشهدها التحالفات الرئيسية المشاركة في هذا الحدث الدولي والتي من أبرزها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحلف شمال الأطلسي مشيرا سموه إلى أن المعرض وفر بيئة للصناعات الدفاعية العسكرية المتطورة وشكل فرصا استثمارية عديدة وعرب سموه عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل العارضين العالميين في مجالات الدفاع بالإضافة إلى الوفود العسكرية والسياسية التي شاركت في فعاليات المؤتمر علاوة على العدد الكبير من الزوار للمعرض